حدث عن أفاق الاستثمار في هذه الشعبة في الجزائر عن مثال حي معنا هنا في البلاتو بداية سيد عبدالقادر خضر نتحطوا على هذه الشعبة كيف ترونها اليوم وأنتم يعني تشتغلون في هذا المجال منذ سنوات نحمد ونصر الله ونسمع النبي الكريم أولاً أي إنسان فقر الأرض يفهم بأن كل ما الزمان يتقدم لا حتى الإنسان أو الحيوان جينيتيكمان هو يصبح فراجيل يصبح ديليغا نعم نعم مثال نعطينا كانت دواجن كنا نربيت دواجن في سنة ثمانين نعم في كانت ثمانين الذاجات كان يصير ستين يوم خمسة ستين يوم بس كانت زوشكلوا زوشكلوا ورطل نعم ولكن أدوية كانت غير مستعمة في ذاك الوقت نعم حتى التلقيحات كانت قليلة جداً لا نسمع بالتلقيحات وبعد التطورات من سنوات سنة 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 تطور هذا الجينيتيكمان تطور حتى أصبح الدجاجة اليوم أغلبية أربعين يوم يزال زوشكلوا ونصف زوشكلوا وثمياج كيلو أربعين مية نعم أي ولكن في نفس الوقت أصبح ديليغا بالزاف نعم أي أصبح كما ركو تشوفوا حتى الأولاد أولاد نحن نتوعنا نظرك الولادة تعذركة والتعبكري فرق كبير نعم كذلك في هذا الميدان تعالد دواجن وفي لحوم البيضاء كلها ولهذا نحن نرى في نحن ما نشع عايشين وحدنا في هذا العالم نعم نحن نشع عالم متكامل في القارات الخمس أولاً وقبل كل شيء إذا تكلمنا عن السعر المرتفع ليس المستسعر المرتفع في الجزائر فقط نعم السعر المرتفع هو في كل العالم إذا كان قرنتي ديليغا تروحي إذا كان مثال تشري دجاجة من الجزائر أو من عند الجيرانة أو من عند أوروبا تجدها الآن بالسعر هذا الأسبوع تجدها أقل من السعر الموجود في أوروبا وفي أماكن أخرى نعم لأن المواد الأولية ماي الصوجة وكل مواد ارتفعت في كل العالم فلهذا ارتفع في كل العالم موجود ليس فقط في الجزائر وكذلك عدنا مشكل كذلك عدنا الآن مشكل هو في الجزائر هو التأثير فيما يخص أصبحت الفلاح خاسر حكومة خاسرة والمستلك خاسر نعم لماذا؟ لأن حتى إذا كان خرجتي إلى الميدان تجدين تجدين ناس عندما يصل الدجاج إلى البيع عندما يصل إلى البيع تبدأ الموت نعم وكي تبدأ الموت تذهب من بعض الناس يذهب من 40 إلى 60% وهذا هو لابد بحث علمي حتى نرى أن نحل هذه المشكلة الموجودة وهذا أقلب هذا 60 أو 70% كان سبب تصاعد السعر لا تصاعد السعر لا تجدين تجدين